على طريق رص صفوفه وتوحيد الألوية العاملة على الأراضي السورية أعلن الجيش الحر عن خطوة إضافية وهي تغيير تسمية الألوية واعتماد الأرقام للتعريف بها بهدف إنشاء جيش نظامي بعيدا عن الشعارات الدينية والطائفية والتفكك استكمالا لقرار توحيد صفوفه أعلن قادة في الجيش الحر اعتماد الأرقام لألوية الجيش بدلا من الألقاب بهدف خلق هيكلة جديدة موحدة وبعيد عن أي إشارات دينية أو طائفية أو جغرافية قد تسمح بتفكك نواته في المستقبل نحن الحرق التسنين العاملة ضمن ترتيب قيادة الجيش السوري الحر الموحد في المنطقة الجنوبية الجيش الحر الذي أسسه منشقون مع بداية عسكرة الثورة السورية ضد نظام الأسد يحاول مواكبة التحركات الغربية التي آلت إلى إنشاء تحالف إقليمي جديد لمواجهة تنظيم داعش علّه بذلك يفتح المجال لتنصيق عملياته مع خطوات التحالف الجديد في حال قرر الأخير مد عملياته باتجاه الأراضي السورية نعلن عن تشكيل القيادة العسكرية الألوية المعارضة التي تحارب في المنطقة الجنوبية كشفت عن أرقامها الجديدة على لسان قائدها العميد إبراهيم فهد النعيمي الذي علّل الخطوة بأنها ضرورية من أجل إنشاء جيش موحد ونظامي بعيدا عن العنصرية والتفكك نحن القيادة العامة للجيش السوري الحر الموحد ردا على الإشاعات السارية التي تقول إن هذه التشكيلات وهمية ولا صحة لها أكد النعيمي أنه سيتم تصوير قادة الفرق والألوية بالصوت والصورة لبثها على صفحة التشكيل وأكد النعيمي أن يد الجيش الحر ممدودة للجميع دون تفريق وأن باب الانتساب مفتوح لكل الكتل العاملة على الأرض السورية نقولها من هنا ومن أرض الميدان ومن معاناة شعبنا المضطهد إن يدنا ممدودة للجميع أفراد وجماعة وقبل ألوية الجنوب أعلن قادة خمس ألوية في الشمال السوري انضواءها تحت راية الثورة السورية واندماجها تحت مسمى الفيلق الخامس واعتمادها علم الثورة السورية رايتها الوحيدة دي على أبي زيد دويهي العربية ترجمة نانسي قنقر